ولده من إيران أتى من خراسان اسمه قمرخان ذهب لولاية تونجلي غير اسمه لكلتشدار وغلو هو يقول بأنه علوي لذلك حتى البعض يتحدث ويقول هل سيكون هو أول علوي يحكم تركيا هذا السؤال يعني يتردد بالنسبة لكثيرين هل بالفعل تركيا الدولة السنية القوية والكبيرة والهامة داخل بلدان العالم الإسلامي ومع هذه النجاحات الكبيرة التي حققها أردوغان هل من الممكن لكمال كليتشدار وغلو أن يفوز يعني كمال كليتشدار وغلو واجه صعوبات كبيرة حتى داخل حزب الشعب الجمهوري وكان هناك حالة من حالات الانقسام وكان هناك حالة خلافات قوية واضحة للغاية بين محرم إنجا وكمال كليتشدار وغلو الأمر حتى الذي دفع بمحرم إنجا ليتحدث عن وجود فساد كبير وشبهات قوية وفضائح داخل حزب الشعب الجمهوري ونحن نتابع فضائح تحدث تلو الفضائح داخل حزب الشعب الجمهوري في الأوينة الأخيرة طبعا يعني كمال كليتشدار وغلو وسقطاته متعددة وكثيرة في الأوينة الأخيرة بداية من الدوس بحزائه على سجادة الصلاة ثم بعد ذلك حديثه المسيء للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي أغضب كثيرين في الأيام الأخيرة